قدم صباح اليوم أعضاء مؤسسة القلب الكبير معدات مدرسية بمدينة مسكوري للمدرسة العامة للمدينة بحضور الأمين العام لإقليم وعدد من السكان ومسؤولي بالإقليم محمد عصمان بشير تزامنا مع بداية العام الدراسي 2017-2018 واعتبارا من العبارة التي اتخذتها مؤسسة القلب الكبير شعارا لمختلف خدماتها الاجتماعية والإنسانية تعاون من أجل الرعاية الاجتماعية والتنمية حيث قامت مؤسسة القلب الكبير اعتبارا من ذلك بتقديم هذه الحقائب المدرسية البالغ أعدادها 515 حقيبة مدرسية لمختلف التلاميذ بمدينة مسكوري حضرة إقليم هجر لميس حيث تحتوي كل حقيبة من تلك الحقائب على كراريس وعقلام ومستلزمات أخرى لها علاقة بدراسة إضافة إلى ذلك كتب ومصاطر وتباشر الأساتذة كل ذلك قد تم تقديمه إلى المدرسة العامة بمسكوري كبادرة حسنينية من قبل مؤسسة القلب الكبير لكي يكون بداية العام الدراسي لهذا العام خير بداية المؤسسة القلب الكبير فونداشون جران كور في فكرة وفكرة السيدة المؤسسة إندا دبي اتنو هي يعني بعستنا وجينا بالمعدات الدراسية دي عشان نرافقوا التعليم نحن في الفكر وفي الجايبين في طريقة التعليم الأساسي نجو عشان نرافقوا وده المده المؤسسة جابتا إن مؤسسة القلب الكبير قد قدمت الكثير لسكان يقليم حجر لميس خاصة الذي يتعلق بدعم المحتاجين ومعالجة مرضى العيون ذلك ما أكده الأمين العام لإقليم حجر لميس صبي بوكور إن المعنيون بالتربية والتعليم بإقليم حجر لميس يبدو عن عجابهم الكبير من هذا العطاء الذي قدمته مؤسسة القلب الكبير لأبنائهم التلاميذ نقول لهم شكرا نقول الله شكرا يا جراح والخمام دا أننا نقسمو لأيالاتنا كل إسپناس الهيمين هناك شاء الله تجابتا لهم في عددهم دا أننا نأكد لكم شكرا لهم في أيدانهم أننا المؤدد دا العلم الجنان في وقت مناسب جاءنا في وقت هنا بداية هنا دراسة وشير أننا فرحانين بالزيادة ودارين نشكرو بأثمان الأبعاد وأثمان الأمهات كله نشكرو المؤسسة القلب الكبير وفي راسة المرة الأولى هنده دبي إتنو دائما ستفكر في ناس التابعينين وبالأخص في كلام تعاليم هنا الإيال أم والبالأخص إيال البنات إن هذه البادرة الاجتماعية لحسب مسؤولنا بمؤسسة القلب الكبير التي تحمل شعارا يقول تعاون من أجل الرعاية الاجتماعية والتنمية ستشمل بقية التلاميذ بمختلف مدني وأقاليم البلاد اشتركوا في القناة